طيب هنتكلم النهاردة عن السم بريزم. السم بريزم يقاليه تلتة حاجات كده مرتبطين بي. آآ مبدعيا يعني سم بريزم يعني بتبقى less than a ten او يعني ten تمام يعني ten يقال ما اقل منها. طيب ودايما هيكون في الاي يعني الالفة بتاعته هتبقى مينيموم هيبقى دايما اد المينيموم اد the position of minimum angle of deviation تمام? طيب عندنا ايه تبقى الايه? ايه ترى الحياة الاحمل? محتاجين ان احنا عارفينهم اللي هي thousand minimum angle of deviation. ولي هي Hearingspersion. ولي هي dispersive power tanto؟ طيب تعاني نمشي واحدة واقضة مع واحدة او او بعدات? minimum angle of division يعبد ايه ايهard ciemium angle of fire.'طيب وخلي بدك بقى في واعمل ما مهمة جدا. احنا عدنا المينيموم الانجل او حتى الانجل كان دايما بتبقى على الانجل يعني الالفا في البرزم العادي كانت في وان بس يزا تو مايمس الاي ولو في البرزم العادي لما يكون الالفا عنده مينمم بتبقى تو فاي نوت ماينس اي فهو الالفا كان على الفاي لكن دلوقتي القانون الالفا ما بقش فيه الفاي فالمرة دي الوحيدة بس في السنبرزم يعني على الانجل طيب ممكن كمان يبقى في حالة ان انا جبت السنبرزم ده وعملته مثلا خليته مثلا ونشوف مسألك كمان على القانون التاني ده بس خلي بالك ان بريزم على الان ميديم ماينس ون اختشوف ناس بتعمل ايه ان بريزم ماينس ون على ان ميديم لا طبعا ان بريزم على ان ميديم كل ده ماينس منه لايه الوان طيب الالفا بقى بتعطي اي كالر برضو اي ان بي كالر ماينس ون يعني كل البرزم يعني او البرزم نفسه ده بيعمل ديفيجن ده كل كالر بايه بالفا مختلف عن التاني هو نتكلم بالتفصيل عن كده في اخر الفيديو طيب بعد كده كان عندنا الالفا المين او الافريج ديفيجن اللي هو اي الافريج عبارة عن ايه الفا ماكس اه التوتل عن نمبر اي افريج اكوال توتل عن نمبر فالفا ماكس بس الالفا مينيمم سوري جدا معلش هي الالفا مينيمم انا هعدل دي بس هخلي دي مينيمم سوري مينيمم تمام كده طيب الالفا مينيمم هنا اي اي اا طبعا مينيمم يلي هي الالفا رد والالفا ماكسميمم اللي هي تمام طيب عندنا بعد كده اللي هي ايه اا Irish chromosomes عن knight francs انها هذه العبارة عن ايه الفا مينوس الفا هو بيقس لي بيحاول هيس لي هنا مين بيحاول هيس لي هنا ال альفا بتاعت الريد والالفا بتاعت البلو يعني المكسموم الفا والمينموم ايه الفا. فمثلا هاجا لاي ان هو بيقول لي ايه? هاجا لاي ان هو بيقول لي على طول هنا ان الالفا بلو مينس الالفا رد يعني الالفا الكبيرة مينس الالفا ليه الصغيرة. يعني. دلوقتي انه لو عندي برزمي هو. دخل من هنا white. الwhite ده يحصل له ايه بقى? الwhite ده هيتحلل السبع للسبن كالرز. والسبن كالرز دول منهم دايما بيكون ايه? الرد بيبقى طلع في الاول وبقى الكافة اه خالص هو مين اللي بيطلع البلو. فانا لو مدد ده ومدد ده هيبقى في انجل بينهم كده اسمها الايه? الانجل 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 ده كده. فالانجل دي اهي. لو الانجل دي صغيرة معناها ان هو بيتفرق الالوان بشكل ايه? بشكل صغير خالص. يعني الالوان يعني بينها وبين بعض انجل صغيرة. انما لما يكون دي كبيرة بيبقى الايه? الالوان بعيدة عن بعض بشكل كبير. بتتفهمين? طيب. فدي معانا الانجل الانجل ال��� 所以 هي انجل بين الالภا تاعة البلو والالفا تاعة الصغيرة طيب. فممكن نشيل الالفا بنحط ما كانه ان مينس ون. ونشيل الالفا رده نحط ما كانت ان مينس ون. يعني انا ممكن نشيل توحط ما كانت ان بلو. مينس اي. ون. وشيل دي كمان وايه ان رد مينس ون فنيجتف ون ده هنا مينس ون مع مينس ون يروحه يبقى ايه وناخد الاي كومن فكتور بره يبقى ان بي مينس ان ار فالقانون ده فانا ما يهمنيش هم حركة دي انا يهمني بس ان انت تحفظ ايه ان الالفا بلو مينس الفا رد هي حاجة اسمها الايه الانجلر ايه ديس بيرشن صح فدي اسمها الايه الانجلر بيرشن اللي هي الالفا بلو مينس الالفا مين رد؟ او ان بي ماينس ان مين ماينس ان رد. يتحفظ القانون ده وكمان في قانون تالت الي هو alfa بتاعة الافرج اللي هي الالفا يلو والفا يلو او الاسمه رسة بار زي ما هو ايحن هنتكلم عن nei ده الوقت هو برضه الاسمه يدس بيرشن بار بيعبر عن الانجل دي صغيرة ولا كبيره بس بيسهلي بقى باقى باقة باقام هنا بيسهلي باقامranجل هنا بيسهلي باقام رائح هنا بيسهلي باقام براقام لما لهوش يونت **النت ١٦ debating facing to improve table** هي ously هي just angle minus angle فهي angle by the dispersive power يعبار عن ايه alpha blue minus alpha يليد alpha max minus alpha يليد ايه ليك تسمعه مين دي ليك تسمعه تمام على الالفا يلو يبقى dispersive power عبار عن the angular dispersion على الالفا إلو اتبلغ عايز الانجلور دسبيرشن. تضرب فور في الالف هيلو زي ما احنا عملنا هنا ايه. طيب فهنجوف دلوقتي الكلام ده طيب الالفا بلو مينس الالفا رد على الالفا هيلو. الفا بلو مينس الالفا رد احنا كنا عارفين ايه قانونهم الو ده? اللي هو اي ان بي مينس الوار. طب الاي الفة عبارة عن ايه? اي? اي الفة الكولر اهي. انا بك Starting the color احنا بكانوتي على الحتة دي. الالفا بتاع اي color an minus a minus one. للا ايه هتطير مع مين? مع ايه? صح كده? هيبقى عندي القانون ضيبة. هي ما بتعتمدش على ايه خالص. يعني انا قلت لك الابيكس انجل بفايف فالدسبرسف باور هيبقى بكاين باكس. لو لو الابيكس انجل بتاني بسعتها الاي? الديسبرسف باور باكس برضو. فلما اجي اقول لك انا عايز الراشيو بتوين الديسبرسف باور دولي ايه? يعني اوميجا الفا ون اوفر اوميجا الفا تو. يطلع بالكالندر ايه? اون اوفر ون. لان اكس على اكس بايه? ون. تمام كده? هنرجع باللقوانين دي تاني واحنا بنحل ايه قدام شوية. طيب بيقول لي اول حاجة ايه بزاق انجلوب ديفيجن افالي تريي ان الاسم بريزم ايكوالز ايبكس انجل. بيبقى زاق. بسيطة خالص. هنقول الالفا ايكوال ايه ان ماينس هو مديني هنا ايه? بيقول لي ان الانجلوب ديفيجن لو انت تركز معي كده بيقول لك ايه? الالفا يعني الانجلوب ديفيجن الالفا ايكوالز مين بقى? ايكوال الاي? الايبكس انجل. فانت دلوقتي هتشيل من هنا مين? هتشيل الالفا الايه وتحط مكانها مين? الالفا لان هما اللي تين ايكوال بعض من هنا. طيب وبعد كده هتمشي الالفا مع الفا. فيطلع بون ون. وتودي الوان ده هناك بالدفايدت. يعني انت الواحد هيقول لي ايه? يعني عادي مش هتفرق. الوان ده ممكن نمشي. طب هو النيجاتف وان يروح هناك ايه? ايه بلاس وان يبقى وان بلاس وان يطلع الان بكامل بتو. تمام? ما فيش مشكلة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي انا عندي اسم بريزم هناك ازا. هزا الايبكس انجل ذات ايكوالز طابل يبقى بيقول لي ايه? السم بريزم الاي بتاعته? ما لها بقى ايكوال اي بقى دابل الاي? الانجل اوف ديفييشن. فنقدر اشيل من هنا بقى مين? امشي امشي بقى مع القانون بتاعي. هو بيقول لي ان الايبكس انجل طو الالفا. طيب انا ممكن اشيل من هنا الالفا الاي وحط ما كانت طو الفا نول. ده لو مشي مع ده. هيبقى عندي هنا طو هنا يبقى هنا ونودي طو هنا بالdivided. ونودي الان هناك بالاي? بلاس ون. هنا النيجاتف يروح هناك بسطف صح. يفقى يبقى ان اكوال وان بلاس تو بلاس هاب اكوال وان بوينت فايف. يبقى لان بريزم اكوال وان بوينت فايف تمان? دي هتبقى وان بوينت فايف طبعا واللي فاتت كانت تبقى ايه? ده عليك هنشوف هناك ماشي 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 مشكلة. طيب عندنا بقى هنا يبقى دي الالفا. يبقى يبقى الا passar في الالفى يبقى دي لانجل يعطلو لالفى للالفى من عال POWingo طيب تمام كده طيب بعد كده بقل لي الابسا ايبيكس انجل اسفايب게 دي لاي? الاي هي اكوال 5. اعند زي الريفكيت اي经س ثيف ريزم يبقى انا عند عاطلو لان 4 حاول عن الالفى اللي هو consulted him here premier city بيعمل لتبيجيات للايه إلى بانجل سري بوينت سكس والابكس انجل عندي بفايف. طيب اه وهنجي من هنا الان هنودي هناك بالدفايدد صح هنا هناك وبعد كده الان هي نودي هناك ايه فهيطلع عندي الان بكام بالرقم ده فهنختار طبعا مين? طيب هنا بيقول لي three boards that are101's full on theバ 8th prism. the apex angle ofigenis is double the apex angle of 작은弱 2nd prism and the refractive index of the first prism is 1.5 and the refractive index of the second prism is 1.2 so the ratio between the angle of division of the first prism the angle of division of the second prism respectively equal Operator, Apics Angle better than the first prism Sin juke ma1 لأن الابيكس أنجل بتاع الفرست بريزم إزدابل زي اي زي اي بيكس أنجل الزي اي بريزم الفا قانون الانعايز بتوين الانجل الفرست بريزم فخلص اكتب الفا 1 على الفا 2 والالفا 2 والالفا 1 قانونها A1-1 A1-1 والالفا 2 ستبقى A1-2 A1-2 A1-1 أي A2-1 عادي ممكن نشيل من هنا A1 ونضع ما كانوا من A2 صح كده ونمشي A2 مع مين مع A2 يبقى هنا ون وهنا مين وهنا ون دي 1.5 1.5-1 يطلع بكام يطلع 2.5 يطلع يبقى اللي فوق ده يطلع بايه بون صح اصلي 2 1.5-1 ده يطلع بايه بهدف صح يبقى التوها تروح مع التو يبقى في الاخر مين فوق 1.2 1.2 يطلع ببوينت ايه 2 البوينت 2 على 10 فتن على 2 بكام 5 5 ايه over 1 يبقى في اخر خلص الالفة 1 على الالفة 2 يطلع بكام ب 5 1 طمام كده طبعا نختار 5 طيب هنعوض نطلع على الالفة بالرقم اللي هو 2.8 الرقم ده طيب عندنا بعد كده السؤال بيقول لنا ايه الالفة يبقى الساعتها دلوقتي على طول يبقى الالفة هنا قد الالفة هنا بالزبط ماشي يبقى لما يجي يقول لك ايه انو معاك الاولاني 14 ب red اي который يبقى د د ا ا보 انا ولا انا انتن فاعود هنبقى هنا とか هنا دي 1.5-1 تطلع بكام؟ 0.5 0.58 بفور وهنودي ال 6 هناك بالدفايدد و بلاس 1 على هول باعش هنجيب ال N بريزم 2 فتطلع عندي 1.67 فنختار C السؤال بعد الكاب يقول لي نفس الفكرة بتاعت السؤال فت بالزبط أنا عندي in the opposite figure 2 prism x and y of the effective indices 1.5 and 1.6 are positioned opposite to each other the apex angle of the x of x is 9 then the apex angle of y that cancels the deviation of light beam due to prism x equals هو بيرضي بيقول لي انا عايز the apex angle بتاعت مين? بتاعت y اللي هتكانسل لي division هنا مع division هنا فالdivision هنا قد division هنا بالزبط يبقى N-1 هنا equal N-1 ونعوض على L-A بتاعت X بكام؟ ب9 ونعوض طبعا L-A بتاعت X هنا هيبصوا L-A بتاعت X equal كام؟ والN بتاعت X طبعا بالترتيبة والX يبقى L-N X والN Y 1.6 يبقى تعاوض هنا عن A ب9 وتعاوض عن الN بA 1.5 الN تعايزها والN بكام 1.6 0.5 فبص بقى 0.5 هنا ده ما عدا يديك ايه؟ ده ما عدا كده يديك 1.5 ده ما عدا يديك 0.5 0.9 كان 4.5 ونودي 1.6 ونودي 0.6 هناك يطلع Y هيبقى 7.5 طيب مشكلة في الكرنة طيب 7.5 0.5 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 يبقى اللي تحت ده زادهو. يبقى اكيد الف يحصلها ايه? يحصلها هده كريز صح? طيب فبالتالي دلوقتي الايه? تعالك نعمل ايه? مسكينها مسألة. الايه بتاني. طيب. والان برزمي بون بوين بوينت فايف. ولو انا مثلا الايه? في الاول اللي اني ميديم كانت الان اير بوين طبعا. الان اير باي? بوين. في الاول هو سيراوند باي اير فخلاص يبقى الان اير بوين. تاني حاجة لأ الاني ميديم بوين بوينت و اي اللي كود يعني تمان? لان اي حاجة تبقى غريفتر زان اي اي اني ميديم هيبقى غريفتر زان اي وان. طيب فدلوقتي مسألة انا عايز اعوض في الاول خالص كان عندي الالفا بكم? يعني تعالا بالاي بالالسامبشن اللي انحطنا دلوقتي ده هنحطينا الاب تان والان بوين بوينت فايف. فاون بوينت فايف على اوان بوينت فايف مينس وان بوينت فايف. بوينت فايف التن تطلع بفايف ديجري. يبقى ده كده الالفا في البداية. طبعا انا عايز اجيب الالفا لما كانت الان بقى ميديم مش يبقى ساعتها تقول ten times one point five على one point two minus one هيطلع عندي الكلام ده يطلع بكم هيطلع برقم minus one one point five over one point two فهيطلع عندي دي بone point twenty five يبقى one point twenty five minus one يطلع بpoint twenty five يعني كان يبقى الكورتر للأي التن بكم two point five دجري فبالتالي الألف هنا لقى أصغر طبعا فلما أنا زودت الاي تحت لما أنا زودت تحت الone point two دي خل بقى عندي الألفا أقل فالساعتها الألفا هتبقى ايه في الحالة اللي تكيستها تبقى لزان الايه الألفا الاولانية يعني في الأول كانت فيه ألفا الثانية حاجة هتبقى أقل من ايه من الألفا طيب بيقول لي هنا أنا عندي الـ represent relation variation of the angle of deviation for a light rain different same prism was equal apex angle versus the refractive index n طيب ركزوا معايا كده أول لما تشوف الشكل ده قدامك يا دي relation between الألفا طبعا النوقت دي ليه علشان هي حاجة ايه نظرية مميش ألفا أصلا بالنيجيتف مفيش n بالنيجيتف فهي حاجة مش موجودة أصلا في الحقيقة بس احنا تعالى كده ايه نستغل الـ point دي اي point على الـ y axis كتن الـ x عندها بايه بزيرو يبقى any point in y axis يبقى ساعتها ايه الـ x عندها ايه كوال زيرو تب اي point على الـ alpha axis يبقى ساعتها الـ n عندها بايه بزيرو لان الـ alpha هنا ما كان الـ y والـ n هنا ما كان الـ x تمام فالـ point دي معناها ايه معناها ايه معناها ان الـ n عندها ايه كوال زيرو طيب يبقى اي point عندها الـ y اي point على الـ y axis يعطي الـ x بزيرو يبقى any point على الـ alpha axis يبقى ساعتها الـ n عندها بايه بزيرو يبقى انا دلوقتي معي ايه معي معلومة ايه فعود في القانون بقى تمام ده اللي احنا لساقلينه دلوقتي هو فيبقى الـ alpha equal in وما نشون ده القانون بتاعنا تمتين حط الـ alpha بالـ negative 4 والـ e الـ n هنا بزيرو يبقى انا عايزين مين هنا عايزين الـ a فيبقى الـ a بس لنقصة فـ negative 1 في a يبقى negative a equal negative مين 4 الـ negative ده يمشي مع الـ negative ده يبقى لايه ساعتنا تلعب كامل بفور من هنا نقدر نقول بقى ان انا عندي الـ alpha مع الـ a دي relation between alpha والـ a آآ مديني هنا الامة الامة يكون عندي الـ alpha هنا في 5 هنا الـ abcam بتن تعال نحط مكان الـ alpha مين الـ 5 بتاعتنا ومكان الـ abcam بتن فساعدها هيطلع ايه هيطلع اهي طب انا ودي الـ 10 هناك بالـ divided هيبقى a 5 على 10 equal in minus 1 وودي ان لك 1 يبقى point 5 و1 يطلع بايه 1.5 white light الشون وانا بسم prism hose refractive index for blue and red 1.6 and 1.5 يبقى دلوقتي انا عندي الـ n red والـ n blue عمعايا ده معايا مين هنا الـ n blue ومعايا مين الـ n red طيب بيقولي هنا الـ apex angle بـ six degree فهنا عايز الـ angular dispersion الـ angular dispersion مين شطر يقولي قانونة ايه الـ angular dispersion equal a n minus n n maximum minus n minimum الـ n maximum اللي هي الـ n blue minus n مين minus n red طيب فالقانون بتاعنا هي ممكن القانونها alpha minus alpha اولنا انا اقول a n b minus الر اللي معايا هنا ايه a n و n يبقى الى طول اهتبقى six times a one point six minus one point five هيطلع في الاخر one point six minus one point five point one او one على ten فالوان على تن دي تضربها ب six تطلع ب six على ten بجام ب point six يبقى دي الـ angular dispersion طبعا دي angle اصلا في الاخر طيب فهنا بالدجري طيب السؤال بعد كي بيقولي to same prism having to have the same angular dispersion the first prism and apex angle يبقى دي الـ a1 طبعا دي الـ a1 ب nine degree and refractive index اللي هي الـ n بتاعته تبقى one point sixty five والـ n بتاعت الـ a and one point sixty one for the red يبقى دي الـ n red وده الـ n blue دي الـ n مين؟ دي الـ n بتاعت الـ blue دي الـ n بتاعت مين؟ دي الـ n بتاعت الـ red طيب اذا second prism هزان apex angle of six degree بدا a apex angle الى six يبقى دي الـ a2 صح؟ دي الـ a2 انا عايز الـ refractive index دي الـ refractive index دي الـ blue n blue 2 انا عايز الـ refractive index دي الـ red هوا مدينة ايه؟ ان هما الانتين دي الـ a same angular a dispersion يبقى same angular dispersion يبقى angular dispersion a n b minus n r هنا equal a n b minus n r هنا ونعوض بقى a1 هنا بكام بناين و a2 هتبقى بsix دجري ومعايا بقى n red blue و n red 1.6 و ايه؟ 1.65 و 1.61 اما n blue و n red الانتين الانتين 2 equal 1.68 1.68 و الانتين رد مش عارفها فمن هنا نقدر نجيب احنا عايزين من هنا مين الانتين بتاعت مين؟ بتاعت الرد في الايه؟ يعني الـ refractive index for red light دي انا محتاجها مبسيطة خالص هنا دي minus دي تطلع ب point zero four اضرب point zero four بقى في مين في ناين و اعملها divided six صح؟ يبقى اهي one point sixty five minus one point sixty one ب point zero four اضربها في ناين و اعمل هناك six هناك تمام؟ و يبقى هنا one point sixty eight minus nR equal هذه بعد كده ابدل بقى احسب الحزبة دي بكام؟ يبقى الحزبة دي حسبناها دلوقتي يتلعب ب point zero six تمام؟ واجيب الـ nR هنا هي بالnegative تروحناك ايه؟ بصدف صح؟ واجيب ال point zero six هناك بال negative فهتبقى ب one point sixty two يبقى النرد two هتبقى ب one point sixty two تمام؟ A light ray folds on one of the faces of the same prism has an apex angle of nine degree A refractive index for blue one point six six four and refractive index for red light one point six hundred forty four Zinza dispersive power for this prism equals dispersive power قانونه كده n blue minus n red تبقى دقتي مديني مين؟ مديني الـ n blue مديني الـ n blue مديني كمان مين؟ الـ n red مين اللي ناقص الـ n يالو؟ بس الـ yellow هو الـ average بتعليه اتنين دول فنقدر اجيب الـ average ازاي؟ تقطل على الـ number يبقى تقطل انا جيب الـ blue بقى الـ red على two طبعاً six hundred sixty four plus one hundred one point six hundred forty four over two فطبعاً اللي ما بينهم ما بين الـ six hundred sixty four و six hundred forty four هو six hundred fifty four فانت ممكن اصلاً بالسنسك هتعرف تجيب الـ n لو صح وتعوم بيئة هنا فتجيب من عندك مين هنا؟ الـ dispersive power فهيبقى الـ n maximum minus الـ n minimum over الـ n average minus one فتطلع بـ point zero a three طيب تعالك نشوف مع بعض السؤال اللي جاي ده بيقول لك هنا اي ايضات يدخلن على مسألة dispersive power طيب احنا ندبطي عندنا بيقول لك consider two same prism made of two different materials first prism has an apex angle of eight يبقى ده الـ apex angle بتاع الاولاني يبقى ده الـ apex angle بتاع الاولاني first prism has an apex angle average refractive index ومديني الـ average الـ n y 1 يعني ومديني الـ dispersive power جميع ايضاً second prism مديني نفس الحاجات بس معادة حاجة بقى اللي هو الايه عايز الـ n yellow او عايز الـ n A الـ n average احنا بص من الاخر كده تعالوا كده ايه الطريق يعني السؤال ده لما بيتكرر هو بيتكرر بنفس الفكرة بتاعته طمام فا انت ايه هو بيقول لك ان الاثنين ديهم نفس angular disperation قال لك ان هما الاثنين if the two prism have a the same angular disperation فالangular disperation هي قانونها ايه اصلاً ايه علاقتها بالdispersive power هي عبارة عن الdispersive power في الالفا هي له او ال- فبالتالي ممكن نقول ان هنا اكمل الangular disperation فبالتالي ممكن نعوض مكان اي angular disperation عبارة عن اوميجا 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 فممكن بقى نعوض عن كل حاجة من هنا انا بديني مسلاً الاميجا في الاول بكام ببوينت زيرو كام سكستي سري فنحطها هنا طب ال ايه وون الابيكس في الاول بكام الابيكس في الاول بايت انا عارف دي بايت خلاص فالن يلوه في الاول بوينت فور يبقى انا معي كل حاجة في الاول طب خلاص تمام يبقى انا كده معي ده الاميج ال disperation power والا والن طب في النحط تاني معي مين بقى مش معي ال disperation power وdisperation power في الحالة التانية بسوري بالرقم ده بوينت زيرو سيرتي فور بوينت زيرو سيرتي فور ومعي كمان ال ايه ومعي كمان الابيكس انجل ده بكام بتان بوينت فايفي وانا كده معي تقريبا كل حاجة معادة لانيالو تو فهعمل ايه ابسط بقى احسب الارقم دي كلها يعني قدر اعمل تايمز للايه لشوية الحاجات دي كده واعمل تايمز برده للرقمين دول فالرقمين دول هتطلع عليه بالرقم ده لاناك بالدفايدد وبلاس وان يطلع لانيالو توب كام بوم بوينت ففتي سكس فاهمين الفكرة ايه بسيطة خالص انا هيتعرف مين اللي السبت وتبدأ من عنده وتشوف القانون بتاعه اللي هيبقى ليه علاقة بالجيفن اللي هو مداني دي يعني كان فيه من شوية برضو بيقولك بس قولنا بس قولنا لان هناك ما كانش يجابلي انما هنا جابلي اللي هيبقى لاناك بالرقم طيب تعالوا كنشوف مع بعض بيقولي هنا اه 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 وللوميجا ايه انو مينوس هون هنا فهنعوض بقى عن الوميجا هنا بكامي في الاول ب .048 والا ب 6.25 والن يلو في الاول ب 1.5 اما ال disperse bar في ال case 2 اللي هي عبارة عن .024 هو اقلي كده وكمان قال لي ان الابيكس في الابتع البرزم التاني ب 10 degree فهنا هنعوض بقى بص فيه هنا تعويض بسيطة او خالص يعني بص ال .048 مع ال .024 دي مع دي هيبقى هنا two وهيبقى هنا ايه one يعني سوري هنا يبقى ناسف ده هيبقى هنا two ويبقى هنا مين يبقى هنا one معلش انا اسف طيب هنا عندي بقى ايه هنا عندي دي هيبقى هنا one التو دي one point five minus one ده مع ده يطلع هنا بايه one over two فالتو دي اقتر مع مين مع التو دي هيبقى هنا six point twenty five هيبقى هنا بس الرقم ده ويبقى هناك من تن التن توح هناك بالdivided فتطلع ايه .625 همين الفكرة يبقى احنا هنمشي الرقم ده نقوم مع ال .5 دي طبعا جبنا المنين ال 1 وال2 ان احنا ماشينا الرقمين دول مع بعض لان ده الدبل ده تمام ونودي التن هناك بالdivided ف .625 ال .n yellow minus 1 هنودي ال 1 هناك يبقى 1.625 1.625 تمام فنختار طبعا سين طيب احنا هنشوفها بعض ده الاسئلة دي الاخيرة . هو بيقول لك انا عايز و احنا متفقين مع بعض ان ال ما بيعتمدش خالص على مين على الايه شايفين القرون بتاعك انت الاول ايه الفا مين مينس الفا رد افر الفا يلو لو انا فكرت الفوق يبقى ايه ان بي مينس ان ار ال ايه كده كده بتطير مع مين مع الايه بس كده هما لهش علاقة خلص بمين بال ايه هو ليه علاقة بالن دي والن دي العلاقة بالماتيريال طب لو هاي الماتيريال ما اختلفتش يبقى ال disperseive r مش هتختلت طب مثلا هم يعني ايه بفايف يبقى الامجا مثلا ان اتبقى اهتبقى اكس طب لو الامجا برده طبقى اكس برده يبقى يبقى لما ايه ايه اكس اوفر اكس يطلع بكام يطلع وان طبعا وان اوفر وان طيب طب البيولاج برده ايه نفس السؤال نفس الفكرة نفس الفكرة تحت سؤال الفده بالظبط هو بيقول لي ان هنا ليه ابيكس انجل وهنا ليه ابيكس انجل مختلفة بس ثم الاتنين من نفس الماتيريال خلاص يبقى نفس ال disperseive power يبقى تبقى ايه وان اوفر وان هي نفس الفكرة هنمشي ده هم لاش علاقة ده لما ال disperseive power بيكس والايه والففايف يبقى عطول ال disperseive power طب اكس برده يبقى ال ratio لو انا عايز اجيب ال ratio between disperseive power هنا وهنا هتبقى ايه equal mean one over one طيب سؤال كمان بيقول لي white light disperseive by a prism وهذا wavelengths ranging from 400 to 700 nanometer يبقى بيقول لي ان الايه ان ال white ده ليه ويفلنس من الرنج بتاعها من 400 الى 700 بيقول ان ال 400 ويفلنس لها angle of division ب40 degree وال 700 ليه هدفيشن angle ب30 degree وال 550 ليه هدفيشن angle ب35 يبقى بيقول لي ان ال alpha بتاعت البلو 40 alpha red 30 alpha yellow 35 انا عايز ال disperseive power بسيطة خالص ال disperseive power عبارة عن ايه alpha blue minus alpha red alpha yellow فيبقى نشيل ال alpha blue نحط مكانها 40 نشيل ال alpha yellow red نحط مكانها 30 ونشيل ال alpha yellow نحط مكانها 35 في بساعتها هيطلع ان ال disperseive power عبارة عن two over cam over seven تمام كده يبقى ده قانون خلي بالكم عشان فيه ناس فكرة انهم يعني ما بنحلش بيه لا عادي بنحل بيه طيب يقول لي هنا the two rays of light blue and red fall on the same prism the sum of their refractive indices 3.245 and the difference between them is 0.063 calculate the disperseive power the disperseive power طبعا مديني السمبت على ال n blue ال n red مديني ال difference between ال n blue ال n red طيب ال disperseive power هو عبعا عن alpha blue minus alpha red على ال alpha yellow اول نحط نلقي حلب القرون التاني طبعا هو طبعا احنا نحلل بالقانون التاني لان احنا مش معنا الفا هنا بقى المره دي معانا ال n b معانا ده اكل معانا ده يعني انا اقدر اشيل ال اتنين دول كده على بعض واحدة ما كان هم مين three point two hundred forty eight five ومعايا ال n يقول له لأ مش معايا ال n يقول له بص بص خلي بالك ال n اللي يقول له انو مش عبارة عن n blue blue بص ال n red اللي هو التوتل عن النمبر اللي هو الايه يعني وانا اصلا معايا ده بكام zero sixty three يبقى انت لو جيت عوضت هنا معلش يعني بص على نعمل كامل جديد لل فاتبقى n blue minus n red على n blue plus n red over two فحنا ده بصي معي اللي فوق ده كله معايا ده نعوض بيهم نقدر نجيب من هنا مين difference بالرقم اللي فوق sum بالرقم ده ونعوض عادي جدا نجيب ال disperse of power point one sorry point one hundred one طيب عندنا بقى سؤالين مهمين جدا هم دول اخر سؤالين يعني هنختم بيهم بس هم اطوالوا شوية هم اريدين ايه نستحمل مع بعض كده الايه السؤالين دول بس والفيديو خلاص هاي بخلص a prism of the disperse of power of point zero eighty eight يبدأ disperse of power في الاول white light disperse of power as a prism for the longest wavelength يعني ال n بتاع الرد يعني 1.28 انا عايز refractive index تعى minimum wavelength يعني اللي هو ال blue disperse of power معايا معايا ال n red وانا عايز ال n blue فسهل قوي بص هتعمل ايه القانون بتاعنا هو في الاول alpha blue minus alpha red على alpha يلو بس احنا طبعا مش من السابق وانا مش معنا ال alpha هنا فانشيل ال alpha وانحطنا مكاننا مين a n minus n ده في حالة alpha blue minus alpha red اما ال alpha بس عبارة عن ايه هتبقى a n minus one تمام طيب الايه طبعا هتمش مع الايه ويبقى عندي هنا القانون الجديد ده طيب ال n يلو كمان بالمرة اشيلها لان انا هنا عندي كمان نون n blue n يلو خلاص يبقى انت هتخلي واحد منهم بس ال unknown انت اصلا عايز ال n blue فانت مش مستهل خلص ال n يلو دي ال n يلو هي عبارة عن n blue plus n red over a over two فانت هتعوض مكان اللي معاك دلوقتي ال disperseal bar معاك طيب عوض n red عوض n blue هتسبها زي ما هي هيبقى مين عندك ون بين ون من هنا ممكن تحط ال equation دي على ال� الا الكالكلييتور عندك فبالتالي هيبقى عندك ايه ال n blue هي ال x هتقول بقى ايه . zero eight eight الفا اكول تمام طبعا ايه اه وبتعمل بقى الايه الفا اكس بتعمل يعني حاجة اوفر حاجة فاين الفا اكس ماينس 1.28 اوفر الفا اكس بس 1.28 اوفر 2 ماينس 1 ودوش فتصول فتطلع معك الايه الان بريزم بكام الان بلو هنا برقم تمام او واحد بقى تاني هيعمل ايه هيحلها فهياخد وقت اطول شوية بس يعني ما بيش مشكلة احنا عندنا 0.88 اوفر 1 نعمل بقى ايه مقصة هنا فيبقى ان بلو ماينس 1.28 في 1 تطلع 1.nb ماينس 1.28 والبوينت زيرو ايتي هتضربها في الناحة التانية دي بقى يعني هضرب ده ده جبنا هنا على جنبه هو في اي حاجة في 1 بتنزل زي مهين لما البوينت زيرو ايتي هتضربها في الكلام ده وبعد كده اضطر تدخل بقى الايه البوينت زيرو ايتي على ده مرة ده مرة في الهناك ده فهيبقى عندها هنا مين شوف لما تضرب ده جوه ومرة هنا ومرة هنا ده مع ده هيطير مع بعض يبقى 0.44 ولما تضرب في ناس ما بتنسى تضرب ده في 1 بتنسى تضرب ال 0.88 ده في ال 1 طبعا اندي غلط وبعد كده تعمل ايه وبعد كده بقى تبسط بقى 0.44 انت كده ما عملتش حيغر انت بسط بس مشيت ال 0.88 مع 2 بعد كده تضرب بقى ال 0.44 بقى في ال براكت الجديد اللي ظهر ده فتضربه مرة في ال NB ومرة في ال 1.28 وبعد كده هتجيب ال NB مع بعضيها ويجيب الاركام ده مع بعضيها تمام فيطلع هنا عندي كذا NB يعني بص هتعمل ايه هتودي ال NB 0.44 ده ال NB ده هم شايف معي اهو انا هجيب ده كده الثانية واحدة بس ههو هجيب الرقم ده هناك واجيب واجيب ال الثانية بالعكس الاشهر طبعا ونكمل بقى نحسب شاهدة الاركام ده مع بعض ونودي ده رقم ده هناك فهيطلع ال NB طيب سؤال طبعا رخم وممكن كنت هتحله من الاول هنا يبقى الاسهل طبعا انا ببقى يعني في ممكن ما تحلش دي ما فهاش ما بتحلش انما اللي هي الجديد اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي اللي هفض دي كلا بتحل برضو والصودة برضو بيتحل يعني بس هي بتاخر شوية يعني تمام طيب كلما كانت يعني يعني احد الساعة تبقى ايها تبقى تحلها اسرع يعني فانت لازم انت عارف برضو ايه طريقة دي علشان لو هي اما طلعتش معاك او لو انت اعمالها تطلع ارور فانت لازم انت عارف بتتحل ازاي طيب اللي بعد كذا بيقول لي ايه اه انا عايز ايه امريد علي طول لان هنا كان فيه طو أنون عندنا كان فيه هنا الالفا بلو أنون وفيه كان الالفا يلو كمان أنون فانه نعمل ايه نشيل الألفا يلو نحط مكانها التوتل عن النمبر اللي هي الالفا بلو غلاص الالفا ربدا على طول فيطلع معايا هنا ايه نعوض بقى ونعمل ايه مقص كده بعد ما نحط تحت وان هنا نضرب ده في ده ونضرب ده في ده فبوينت زيرو فيفتي تو ونحط تضربها في اللي هنا ويجيب الالفا وانس تدربة فتبقى زي ما هي. تمشي بقى يتبسط ده كمان مع ده. يعني بص كده معي. باكس كده معي بس. لو مشت ده مع التو. بتطلع ببوينت زيرو واضرب بقى مرة ده في الالفا واضرب مرة في التوينتي ايه. وبعد كده نجيب الالفا مجنب الالفا ونجيب التوينتي ايت بوينت سري نحي التانية بعكس الاشارتها. تمام? فهيطلع عندي كزا الفا اا اكوال يعني وان الفا هقول وان هنا ماينس كمي? وان ماينس الرقم ده وحطه في الاول هنا. والرقم ده ببس الرقم ده حطه هنا. وهودي بقى الرقم ده انا جبت فنجيب الالفا بلو وتطلع بوينتي ناين بوينتي ايتي ون. فكده احنا جبنا مين الالفا بتاعتك بلو. طيب اخر حاجة بس عايزة اشرحها معاكم ان احنا دلوقتي لو عندنا بريزم كده سيم بريزم. طيب فالسيم بريزم طبعا الابيكس انجل عنده طوقة صغيرة. مزي انا رسم كده مزي انا رسم كده يعني. طيب بس لو هنا ده ويت. فالالوان بتتقسم يعني بتتحطي يعني بحصل لها هنا. على حسب مين? طيب على حسب يعني اول لون بيطلع ومين? الرد. اخر لون بيطلع هو يعني مسلا. مفروض هنا بيطلع بس طبعا عشان هو الانتنسي بتاعته خفيفة خالص. فمنشوفوش كويس. فاحنا منعتبر ان المينيمم هو البلو على طول. تمام? يبقى ده الماكسموم وده المينيمم. طيب ليه الرد هو ليه اقل الفا? شوفوا اقل الفا انحرف هي الالفا دي. وده يعني يعتبر ايه? الالفا بتاعته كبيرة جدا بتاع البلو. اصل الرد لو انا جيت عملت دايرة كده. احنا تعال ان نشوف الترتيب الالوان بالزبط. انا هعمل دايرة كده وهنا اصيصها من النص وهعمل اكس كده. وهنعمل بقى من فوق على الشمال هنا روي. جي بي في. الاندجو والفايلوت. طبعا الاندجو والفايلوت بيبقى الوان مش بتشاف يعني فاحنا منعتبر ان يعني ده ليه ماكسموم وويفلنس. اللامضة بتاعته بتاعته ايه? ماكسموم. والبلو بيبقى ليه ايه? الويفلنس تحتوى امان امام. فاحنا دوتنا عارفين ان الالفا نفسها عبر عن ايه? ايه? ان. ماينوس الايه? الوان. فبالتالي. الرد مسلا. ليه اكبر ويفلنس? اللامضة والان هم ان برسم مع بعض. احنا متفيهم مع بعض عالكلام ده. فالان بتاعت الردة تبقى مالها هتبقى اصغر ان. يبقى الالفا بتاعت الرد هتبقى صغيرة خالص. علشان الان بتاعت الرد مالها. هي اصغر ان. سمولست ان. طيب تمام كده? فدي قال لان فتبقى قال لالفا. يبقى عشان كده الالفا بتاعت الرد بيطلع واللون. طيب البلو بقى. البلو هنا بيقى ماله. بيبقى الوايفلنس بتاعته بقى صغير جدا. يبقى ساعتها الان هتبقى رقم كبير. والان بلو دايمن هو رقم كبير. تمام? يبقى الالفا اكوالل اي. ان بلو. ماينوس ون. الان الرقم كبير يبقى الالفا رقم كبير. بقى ساعتها بنقدر نقول ايه ان بتاع البلو بيبقى رقم كبير جدا وبالتالي ايه هو بيبقى يطلع اخر لون هو البلو تمام كده